السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الصناعي جميع الشعب في ثاني حلقات المراجعة لمادة الرياضيات الترمي الأول 20-21 أهلا وسهلا بكم على بركة الله نبدأ طبعا إحنا رجعنا الوحدة الأولى في الحلقة الماضية اللي كانت بتتكلم على الهندسة التحليلية النهاردة إن شاء الله هنراجع حساب المثلثات أحب أفكركم إحنا عملنا إيه في الهندسة التحليلية كنا رجعنا على تقسيم قطعة مستقيمة وعرفنا التقسيم من الداخل ومن الخارج ومن المنتصف وخدنا الصور العامة لمعادلة الخط المستقيم وخدنا حالة لما يمر بنقطة وميل وفي حالة عندما يمر بنقطتين ثم خدنا طول العمود الساقط من نقطة إلى مستقيم معلوم النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الوحدة التانية حساب المثلثات وهنبدأ بالقطاع والقطعة وطول القوس وهنشوف مع بعض هنا عندي على الشاشة إيه الفرق أو الرسمة بتاع القطعة والقطاع والقوس فين هنا الرسمة بتاعتي زي ما تشايفين هنا أول حاجة ده القوس بيبقى جزء على الدائرة وهنا عندي القطاع القطاع الدائري هو جزء محصور بين إيه؟ بين نصفي قطر وقوس كل اللي هو بالأخضر ده كله ده القطاع وعندي هنا مركز الدائرة طب القطعة الدائرية القطعة الدائرية محصورة بين قوس وبين وطر في الدائرة هنشوف رسمة تانية أوضح أدي عندي هنا ده طول القوس الجزء الملون بالبني هذا هو القطاع الدائري عندي هنا نصف القطر هنا نصف القطر هنا زاوية القطاع هي زاوية الدائرة هنا عندي القطعة الدائرية برسمة تانية طيب ايه القوانين اللي عندي هم تلات قوانين طول القوس من دائرة ده رمز لام هيساوي هاء دال في نق هاء السدال دي يعني الزاوية بالقياس الدائري اللي هي بالرديان طيب مساحة القطاع مساحة القطاع ليه قانونين نص لام نق ونص هاء دال نق تربيع طيب امتى استخدم القانون ده او القانون ده حسب المعطيات اللي عندي والقانون التالت لمساحة القطعة الدائرية اللي هي نص نق تربيع افتح قوس الزاوية بالقياس الدائري ده ناقص جاهاء طيب هنبدأ مع بعض في اول تمرين اللي هو معانا على الشاشة بيقول لي محيط قطاع دائري 25 سنتي وطول قوسه 9 سنتي فمساحته كام السؤال ده ممكن يجي اكمل وممكن يجي اجب وانا عايز اوضح نقطة مهمة جدا لطلبنا العزاء اسئلة اغلبها السنة دي هيكون اسئلة موضوعية المقالية هيبقى بقدر الامكان قليلة جدا على اساس ان احنا هنبقى نص الزمن ونص الاسئلة في الترمي الاول طيب هو كان بيجي الاول السؤال كان بيجي سؤال عندي موضوعي اللي هو اكمل او اختار وثلاث اسئلة مقالية السنة دي ممكن يجي السؤالين موضوعي او سؤال موضوعي وسؤال مقالي طيب انا عايز اقول ايه هنا عايز اقول في كل الحالات انا محتاج ان انا احل بايدي على اساس ان انا اقدر اختار الاجابة الصحيحة فاذا كانت الاسئلة موضوعية او مقالية لابد ان احنا نفهم مع بعض طريقة الحل وده اللي احنا هنعمله في الحلقة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله وهنشوف احنا بنحل ازاي طيب واحد يقول لي يا مستر فايدة السؤال الموضوعي بيسهل الحل اه صح لان انا ممكن اخمن ممكن استخدم القالة واطلع الناتج بسرعة ممكن استخدم بالعكس اعوض بقيم اللي عندي لما تشوف القيمة اللي هتحقق لي المسألة وفي الحالة دي اقدر اختار الاجابة الصحيحة ده كلام صحيح لكن في الاصل احنا لابد ان احنا نحل المسألة بتاعتنا هنشوف مع بعض كده احل السؤال ده بيقول لي ايه لهو محيط قطاع دائري يساوي 25 سنتيمتر وطول قوسه يساوي 9 سنتي فان مساحته كام هنبص مع بعض احنا بنحل لما يجي لي سؤال زي كده اعمل لي مسودة اللي هو الهامش وطلع فيه المعطيات بتاعتك محيط القطاع يبقى انا اكتب محيط القطاع 25 طب القطاع ده شكله ازاي اه احنا قلنا القطاع هو ده القطاع الدائري طب محيطه عبارة عن ايه عبارة عن لام طول قوس ونق ونق يبقى انا اقول له المحيط طب هستفاد هنا ايه اكيد كلنا بصوت واحد هنطلع نصف القطر تعالوا بقى نعوب طبعا بنقول للطالب حط يساوي تحت يساوي عشان يبقى الحل معنا مظبوط محيط القطاع 25 لام بتسعة زائد اتنين نق هنودي التسعة النحية التانية زي ما قلنا مبارح من حارة الحارة هنغير الاشارة يبقى 25 نقص 9 يساوي اتنين نق يعني اتنين نق هيساوي 16 هنقسم على الاتنين يبقى منها النق تساوي كام 8 يبقى انا جبت النق هنا بـ 8 طب هو طالب ايه طالب المساحة يبقى مساحة القطاع ها الدائري لحظة هو عندي قانونين اه عندي قانونين طب انا هستخدم ايه اشوف المعطيات اللي عندي هو عطيني طول القوس لام وعطيني ضلعت نصف القطر يبقى انا اقدر استخدم القانون الاول اللي هو ايه نص لام نق يساوي نص في لام بتسعة في نق طلعناها بكام بتمانية ابسط على الاتنين فعل واحد على الاتنين فعل الاربعة اربعة في تسعة بستة وتلاتين سنتيمتر ايه سنتيمتر تربيع علشان دي مساحة علشان دي ايه مساحة كده احنا عندنا السؤال الاول تعالوا نشوف فكرة تانية من الاسئلة قطاع دائري مساحته مية وعشرين سنتي هنا عندي على الشاشة وطول قوسه عشرين سنتي اوجد قياس زاويته بالقياسين الستيني والدائري جميل اشوف المعطيات اللي عندي زي ما اتفقنا اعمل هامش او مسودة تعالوا نشوف الحل مع بعض هو عطيني ايه هنا عطيني المساحة يبقى انا اكتب هنا مساحة القطاع يسوي مية وعشرين وعطيني ايضا طول القوس لا يسوي عشرين المطلوب ايه قياس الزاوية بالستين والدائري طب انا كل مرة اطبق في القانون اقول له انت لو طلعت قياس الزاوية تقدر تحولها من ستين الى دائري ومن دائري الى ستين بترقى سهلة جدا يبقى انا عايز الزاوية هادال وبعدين عايز الزاوية 30 درجة تعالوا نشوف الحل مع بعض هو اعطيني مساحة القطاع الله ده زي التمرين اللي راح اه مساحة القطاع الدائري يسوي طب القانون الاول والتاني لا هنا هستخدم مين ها يلا الاول برضو عندي الاتنين مع بعض نص لا منق المساحة كام يا شباب 120 في نص في 20 في نق دي مع دي فها عشرة يبقى نق هيسوي 120 على 10 هيسوي 12 سنتي انت جبت نق هنا بـ 12 سنتي جميل انا محتاج اجيب ايه اجيب الزاوية واحد يقول لي يا استاذ انا ممكن اروح لقانون الطول القوس واجيب منه الزاوية مش شرط ان انا اعوض في مساحة القطاع اقول له صح كل ده موجود هنا وموجود هنا احنا ممكن نعمل بالاتنين طيب تعال نشوف مساحة القطاع القانون الثاني نص هادال في نق تربيع انت عندك نق وعندك مساحة القطاع تقدر تجيب الزاوية الان بايه بالدائري مساحة القطاع 120 نص هادال نق بـ 12 12 تربيع يعني كام يعني 144 طيب هتعمل ايه هتقعد تبسط على الاتنين في هالواحد على الاتنين فيها 72 زي ما نبهنا في الحلقة الماضية ان احنا هنحتاج الالة الحسبة فارجو كل واحد يجهز قالته الحسبة الان عشان هنستخدم ونطلع ايه الزاوية الان يبقى هادال هنقسم 120 على 72 هنجيب الالة الحسبة معنا هيف و طيب هنجيبها ازاي اول حاجة هنقسم 120 تقسيم 72 يساوي اذا طلعت عندي زاوية طلعت كسر اعتياجي انا ممكن احوله الى كسر ايه عشري بضغط على sd طيب انا طلع عندي خمسة على تلاتة هضغط على sd هتطلع واحد وستة ستة ستة ممكن زي ما خدنا التقريب يعني ممكن اقول واحد وسبعة من عشر دي الزاوية بايه الزاوية بالقياس الدائري هو المطلوب عندي يا شباب المطلوب ان انا احتاجها كمان بالستين يبقى اقول الزاوية دي اللي بالدائري كنت انا مطلحها خمسة على كام على تلاتة ممكن اخليها خمسة على تلاتة لما اضرب وممكن اخليها واحد وسبعة من عشرة هقول سين درجة هيساوي خمسة على تلاتة فيه طيب تعال بقى احنا العلاقة بين الدائري والستين مية وتمانين على طاق اللي هي باي اللي هي التلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة فانا لما حول من دائري لستين انا محتاج زاوية يبقى هضرب في مية وتمانين على طاق طب لو انا من العكس لو من ستين الى دائري انا محتاج بالرديان يبقى هضرب في طاق على مية وتمانين خلي بالك احنا هنعمل احنا محتاج هنا ايه محتاجين نطلع بالستين يبقى هنضرب في مية وتمانين على طاق طب طاق بكام قالك بثلاتة واربعتاشر في المية الا لو قالك يعني الاستندرد بتاعتي اول بيقول لك طاق او انت هتستخدم طاق بـ 3 و 14 من 100 يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي الاتل الخمسة على 3 الاتل الواحد و 7 من 10 اسهل فين في الضرب استخدمها يبقى 1 و 7 من 10 في 180 تقسيم 13 من 100 اقول له 1 فاصلة 7 من 10 ضرب خليك معايا هون هنضرف في 180 180 تقسيم 3.14 من 100 يساوي هتلعها بالايه طلعت 97 45 من 100 طب انا محتاج ان انا اخليها على صورة ايه درجات ودقائق صح قال لك في حاجة بقى زرار في الالة اللي هو بنسميه 3 كوما عندي على اليسارة لو احنا شايفين معانا الالة دلوقتي هيت هنختار نضغط على هذا الزرار يطلع عندي 97 و 27 دقيقة و 8 ثواني يبقى خلي بالك الدرجة عندي هنا رمزها ايه اللي هي الدائرة الصغيرة اللي عاملت زي الخمسة دي والدقيقة شرطة والثانية ايه شرطتين جميل يبقى انا استخدمت الان كزا حاجة دلوقتي مساحة الايه القطاع الدائري طب واحد يقول لي يا استاذ انت قلتنا احنا كنا ممكن نجيب هاء من طول القوس ما انت عندك مساحة القوس بيسوي هاء دل في نق انا ممكن اعمل هنا كده هون اقول له لام يسوي هاء دل في نق انت عندك لام بكام بعشرين يسوي هاء دل في نق نق باثناشر يبقى هاء دل هقسم عشرين على اتناشر هيطلع نفس ايه الكلام زي ما قسمنا هنا المية وعشرين على اتنين وسبعين يبقى باي طرق تقدر توصل ايه للحل بتاعك جميل جدا تعالوا نشوف سؤال تاني وفكرة تانية والسؤال معروض عندكم على الشاشة قطاع دائري مساحته خمسة وعشرين سنتيمتر مربع هو اعطيني هنا برضو ايه مساحت القطاع وقياس زاوية المركزية اعطهاني بالرديان خمسة من عشرة يعني نص احسب نصف قطر دائرته الله تعالوا بقى نشوف الحل بتاعنا اعمل مسودة اعطيني المساحة انا بكتب خمسة وعشرين اعطيني الزاوية ها دال بنص المطلوب نق واحد يقول لي طب انا هستخدم اي قانون اقول له تعالى هو انت عندك لام موجودة طول القص يقول لي لا اقول له الغي بقى القانون الاول من ايه من حساباتك دلوقت احنا هنستخدم القانون الثاني عشان اقدر اجيب نصف القطر يبقى طب واحد يفكرني بقى ايه القانون الثاني يا شباب يبقى مساحة القطاع الدائري يساوي نص ها دال في نق تربيع طب المساحة كام خمسة وعشرين نص نق دي بنص كمان نق تربيع انا محتاج نق تربيع يا جماعة يبقى هضرب اتنين في اتنين اللي هي نصف نصف بربع اللي اربعة تتضرب مع مين مع الخمسة وعشرين يبقى نق تربيع بكام مية واحد يقول لي طب ازاي اجيب النق اقول له تعالى مش احنا عندنا اي حاجة مربعة وعايزين نجيب لها نطلعها برا نشيل التربيع بنعمل ايه بناخد الجزر طب والنق هنا هيطلع ممكن يطلع سلب لا طبعا يبقى هنا هناخد الجزر الموجب يبقى الجزر الموجب لمية هيساوي عشرة ايه سنتي يبقى طلعت عشرة وده كان نصف قطر ايه الدائرة تمام احنا كده زي الفل مية مية عايزين بقى ناخد سؤال على ايه القطعة الدائرية تعالى نشوف السؤال رقم اربعة اوجد مساحة القطعة الدائرية التي طول نصف قطر دائرتها عشرة سنتي وقياس زاويتها مية خمسة وثلاثين درجة خلي بالك احنا عندنا هنا ايه عندنا لما يكون يعني الكلمات اقرأها مرة واثنين ممكن يديني طول القطر وانا في الحالة دي لازم اقسم على اثنين عشان يجيب نصف القطر يبقى نخلي بالنا واحنا بنقرأ السؤال تعالوا نشوف الحل هنا عندي الاجابة نعمل برضو المسواد ده بتاعتنا المطلوب مساحة القطعة علامة استفهام نصف قطر الدائرة عشرة سنتي قياس زاويتها تب الزاوية هنا بايه بالايه ستيني برافو يبقى سين درجة ماشي اللي هي هاء او نسميها اللي هي مية خمسة وثلاثين درجة خلي بالك انا عندي هاء دال اللي هي بالرديال يبقى لازم احولها الاول يبقى انا محتاج ان انا احول هذه الزاوية اقول له هاء دال يسوي مية خمسة وثلاثين ضرب طب مين يفكرنا احنا عندي مية وتمانين على طاق وطاق على مية وتمانين هنا يا طرق هضرب في كام واحد يقول لي يا استاذ دي المعملية بسيطة طالما هنا فيه اعداد يبقى اكيد المية وتمانين تحت عشان تختصر مع بعض يبقى انا هنا عندي ايه الموضوع بيحل نفسه يعني انا لو طالب بقى منتبه وطالب يعني محتاج ان انا اركز في كل كلمة هقدر ان انا اوصل لكل الحل بسهولة جدا المية خمسة وثلاثين ده عدد محتاج ان انا اختصره يبقى اكيد المية وتمانين ايه قولا واحدا تحت يبقى هنا طاق طاق ليه بكام يا استاذ تلاتة واربعتاشر من مية يبقى هقول له هنا مية خمسة وثلاثين ضرب تلاتة فصل اربعتاشر تقسيم مية وتمانين يساوي هتلعها اتنين فصلة تلاتة خمسة ايه من مية انا ممكن اقرب يعني ممكن اخد اتنين واربعة من عشر ممكن اخد دي كده اتنين واربعة من عشر طيب تعالوا نشوف نكمل بقية الحل هو طالب ايه طالب مساحة القطعة الدائرية تمام اكتب القانون مساحة القطعة الدائرية من حفظ القانون يا شباب نص نق تربيع برابو وهنا ايه ها دال نقص جهاء خلي بالك انا عندي الزاوية هنا هجيبها بالستين يعني هجيب صين مية خمسة وتلاتين بالالة تعالوا نعود نص نق تربيع يعني عشرة في عشرة انا افضل تكتبها مرتين كده عشان ما تنساش ها دال احنا طلعناها بكام اتنين واربعة من عشر ناقص جا تلاتين جا تلاتين نجيب الالة ونجيب صين يعني جا كوزين يعني ايه جتا تان يعني ايه ذا يبقى انا هجيب صين مية خمسة وتلاتين واحد تلاتة خمسة واضغط يساوي طلع لي كسر اه فصلة سبعة زير وسبعة لو انا هاخد رقمين يبقى ممكن اقول واحد وسبعين من مية انا هقربهم واعمل ايه بعد كده اطلع ناتج اللي جوه القوس واضربه في العدد لبرا وانا معايا الالة بتسهلي كل حاجة انا ممكن ابسط اتنين هنا يبقى خمسة يبقى هنا خمسين وبالالة الحسبة عندي اتنين فصلة اربعة ناقص فصلة سبعة واحد يساوي طلع عندي كام واحد وتسعة وستين من مية يبقى خمسين ضرب واحد وتسعة وستين من مية اطلع الناتج طلع عندي في النهاية اربعة وتمانين ونص سنتي سنتي بس ولا سنتي تربيع ابرف عليكم عشان دي مساحة يبقى لابد ان هي تكون ايه سنتي تربيع دي شكل الاسئلة بتاع الدرس الاولاني اللي هو القطعة والقطاع وايه وطول القوس انا ممكن ان انوع في الاسئلة لكنها لن تخرج عن هذه القوانين فانا ممكن اشكل ممكن اديلك محيط القطاع واطلب المساحة ممكن اديك المساحة واطلب المحيط ممكن اديك القطر واطلب القاس الزاوية واطلب المساحة واطلب المحيط يعني زي ما هو هيديني من معطيات هيطلب مني طلبات هقدر إن أنا أوصلها بإذن الله ده كان الجزء الأولي تعالوا نشوف الجزء الثاني وعايزكم تركزوا كده على هي الشاشة يعني فيها كلام كتير بس أنا عايزكم تركزوا معايا لأن دي فها خلاصة حساب المسلسات يعتبر واحد يقول لي تعالى نمسكها قطعة قطعة هنمسك الأول هنا المسلسات دي وهو الرهالكم في شريحة تانية هتكون أوضح كمان ده المسلس التلاتين الستين والخمسة واربعين دي هتطلع منه الزوايا الخاصة التلاتين والخمسة واربعين والستين هنا دائرة الوحدة عليها كل الزوايا هنا الصفر والتلتمية وستين هنا كام تسعين اللي هي باي على اتنين أو طا على اتنين هنا المية وتمانين اللي هي باي أو طا هنا الميتين وسبعين هنا نرجع تانية تلتمية وستين زي ما قلنا طيب الزوال الخاصة تقع فين في الربع الأول اللي هو إشارته إيه هنعرف أنه ربع الأول كله موجب الربع الثاني الجا موجبة الربع الثالث الظل فقط الموجب الربع الرابع الجتاء هي الموجبة طيب أنا عندي هنا دائرة الوحدة أيضا دائرة الوحدة سين تربيع زي الساد تربيع بالساوي واحد اللي بنطلع منها المتطبقة الأساسية اللي هي جا تربيع زي جا تربيع بالساوي إيه واحد وهنا عندي فوق بيقول لي سين هي الجتا ومقلوبها قا طب واحد يقول لي اديني يعني ايه حاجة سهلة جدا عشان اعرف الفرق بين الزاوية ومقلوبة اقول لك خدها قعد اللي مقلوبها في تا زاويتها ما فيهاش تا يعني ايه دا فيها تا يبقى مقلوبها ضا طيب قا تا فيها تا يبقى مقلوبها جا طيب جتا فيها تا يبقى مقلوبها ايه قا يبقى دي قعدة اللي فيها تا مقلوبها ما فيهش ايه تا نرجع نشوف الشريحة التانية باوضح العلاقة بين اضلاع مثلث قائم الزاوية والنسب المثلثية واحد يقول لي طب انا اعرفها منين اقول له هيجي لك سؤال هتستخدم فيه النسب الخاصة التلاتين والخمسة واربعين والستين فلابد انت بقى عارف الجاء والجتا والضاء والضطة تعال المثلث القائم الزاوية هون ادي الزاوية اللي عندي الضلع الكبير او المقابل للزاوية 90 اسمه الوطر وعندي الضلع المقابل للزاوية اسمه المقابل وعندي الضلع اللي جنب الزاوية اسمه المجاور فالجاء هتساوي المقابل على الوطر والجتا مجاور على وطر والضاء مقابل على مجاور عظيم انا كنت بقولها في بيت شعر جميل جدا يريد تفكروني يعني تفتكرون معايا كده ايه لو انتم ايه حفظينه قبل كده الجاول جتا فيهم وطر والوطر دايما تحت تحت يعني فين يا استاذ يعني في المقام يبقى الجاول جتا هيكون فيهم وطر اه صح الجا مقابل على ايه وطر والجتا مجاور على وطر يبقى الوطر تحت طيب الضاء والضطاء قالك بدون الوطر يعني مفهومش وطر يبقى اكيد مقابل ومجاور وهم عكس بعض الضاء مقابل على مجاور والضطاء مقا ايه ها مجاور على مقابل بيت شعر جميل جدا هي مش هتنساه ابدا في موضوع ايه الدواء المسلسية تعالوا نشوف بقية القوانين اللي عندي برضو دي هنا هنا في بيت شعر جميل جدا في الجاول جتا انا عندي هنا جاء مجموع الزاويتين والفرق بين الزاويتين الجتا والضاء ايضا تعالوا عشان نفتكرهم بسرعة الجا بتبكي على الاشارة يعني الموجب موجب والسالب سالب الجتا تغير الاشارة طيب الجا تزوجهم يعني هتلاقيهم ايه اتنين مع بعض جا وجتا وهنا جتا جا اما الجتا مثنى مثنى يعني الاتنين شبع بعض جتا جتا وجا وجا طيب بنقول عليهم ازاي الجا بلها تزوجهم وتبقي على الاشارة والجتا مثنى مثنى وتغير الاشارة كده اقدر ان انا احفظ القوين عندي بسهولة واسترجعها طيب الزا الموجب بيبقى بياخد الاشارة اللي تحت وبغير اللي فوق الزا بياخد الاشارة اللي تحت بعملها وبغير ايه اللي فوق طيب تعالوا نشوف عندي المتطبقات الاساسية عشان لما نبدأ نحل التمرين نبقى خلصنا بالقوانين وامتى نستخدمها عندي الجا تربيع زي دي الجا تربيع بواحد والضا يساوي الجا على الجا ومن القانون الاولاني لو قسمت على جا تربيع مرة وعلى جا تربيع هيطلع للقانونين دول وباستخدام الطرح ان انا اود الحارة التانية اطلع القانونين دول يبقى خلي بالك هم دول تلت قوانين يعتبر في الاصل قانون واحد بس اللي هو جا تربيع زي جا تربيع شوف نتك منه كم قانون بدأ ايه قسمت مرة على جا تربيع ها يطلع واحد زي قزة تربيع يساوي قاطر بيا اسمت على جا تربيع هيطلع واحد زي قزة تربيع يساوي قاطر بيا وديت الجا تربيع الناحية التانية وديت الجا تربيع الناحية التانية طلع القانون دول نفس الكلام هن يبقى ركز قوي للشريحة دي عشان ده هو يعتبر قانون واحد فقط طيب قبل من ادخل على قانون الجيء تعالوا نحل المسائل هنشوف التمرين رقم 5 مع بعض بيقول لي ايه اكمل ما يلي خلي بالك هو بيقول لي اكمل يبقى انا كأني بحل المسألة زي ما اتفقنا مع بعض وهشوف السؤال الاولاني ضا في ضطا ايه ده كأني سمعت الضا والضطا ان هم مقلوبين بعض يعني الضا مقلوبها ضطا والضطا مقلوبها قاع خدها قاعدة دلوقت اي نسبة فيه مقلوبها بتسوي واحد يعني وانت كده قاعد في امان الله بدون تعب اول ما تشوف النسبة المثلثية في حاصل ضرب مقلوبها الناتج يسوي واحد تماما طب واحد يقول لي زي ايه كمان اقول له الجتة مقلوبها ايه واحد يقول لي القا يبقى بواحد طب القطة جاء والقا جتة يبقى ده كله ايه بواحد تعال نشوف جاء ضعف الزاوية خلي بالك الجاء بتطلع على اتنين برا وتوزع المسألة تبقى اتنين جاء الف جاء تألف اتنين ايه جاء الف جاء تأيه الف طيب السؤال التالت جاء تأتنين الزاوية قالك ده ليه تلات قوانين طب احنا مطلوب مننا ان احنا نكتب التلات قوانين لا هو واحد بس هيبقى جاء تربيع ناقص جاء تربيع اتنين جاء تربيع ناقص واحد واحد ناقص اتنين جاء تربيع الف انت هتختار اي واحد منهم الاجابة صحيحة طيب جاء تألف زائد ب الله ده مرة عالين دلوقتي القانون ده خلي بالك انت قلتن ايه الجاء مثنى مثنى وتغير الاشارة الاشارة فعلا متغيرة ايه واكتب هنا جاء 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 حط يا سيدي هنا آلف وهنا ب هنا آلف وهنا ب بكل سهولة طيب سؤال زي ده جاء اربعين جاء عشر ناقص جاء خمسين جاء تمانين ايه ده ده الاربعين والعشر من زي الخمسين والتمانين السؤال فيه غلط ولا حاجة لا خلي بالك انا كده هرجعك للزاوية المتتامة احنا هنا عندي متممة الاربعين كام خمسين يبقى هنا هحول الجاء هيبقى عندي جاء خمسين يسوي جاء اربعين جاء المتممة بالمثل جاء تمانين يسوي جاء عشرة تعالوا بقى نحلها كده يبقى جاء اربعين جاء عشرة ناقص جاء لا جاء ايه بقى احنا خلاص بقينا جاء اربعين جاء عشرة تمام الاتنين زي بعض طيب ده مين ده دول ايه تزوجهم مين اللي بتزوج الاتنين مع بعض الجاء صح برافو طيب الجاء لا آسف الجاء الجاء تزوجهم طيب انا عندي هنا مين اللي هو ايه بيبقى على الاشارة ولا بيغير الاشارة لا ده الجاء تبقى على الاشارة يبقى الاشارة ايه ناقص يبقى هنا اربعين وهنا عشر يسوي جاء تلاتين من المثلث هيطلع بنص او بالقالة هيطلع خمسة من عشر طيب واحد يقول لي طيب الديني بقى كده حاجة ايه يعني افاهم الدنيا ماشي ازاي اقول له انا دايما هجب لك النواتج الاعداد دي غالبا هي الزوايا الخاصة اللي هي خمسة وتلاتين و تلاتين وخمسة واربعين وستين وتسعين ومئتين وسبعين ومئة وتمانين اللي هو احنا بنجيبهم من المثلثين وبنجيبهم من الدائرة يعني تخلي بالك من الجزئية دي تعالى نكمل السؤال السادس اكمل خمسة جاء تربيع نقص اتنين زائد خمسة جاتها جات تربيعها اه واحد يقول لي يا استاذ انا لو جبتي دي معادي وخدت الخمسة عامل مشترك اشوف هيطلع الدين ايه كده جاء تربيع زائد جاء تربيع نقص اتنين الله ده الجاء تربيع زائد الجاء تربيع ده انا عارفه بواحد يعني اشتب عليها خلاص خمسة في واحد بخمسة نقص اتنين الناتج يطلع كام تلات برافو يبقى الناتج هنا طلع عندي ناتج بسيط خالص طيب تعالى نشوف هنا بقى اذا كان قا نقص الضاء يساوي اتنين فان نقص الضاء يساوي كام ايه ده ده انا مفيش عندي قانون بالطريقة دي اقول له فاكر لما نرجع للشريحة اللي هي دي وقلتلك انتبه ان انا هرجع تاني انا بص معايا على الشريحة كده وهيشوف اهو شوف القانون انا ده قا تربيع نقص الضاء تربيع يساوي واحد قلتلك ان انا ممكن استخدمه في التمارين في حلي اه هستخدمه يبقى هتولي هنا كده كده قا تربيع نقص الضاء تربيع يساوي واحد هو ده مفتاح الحل طب انا برضه لسه معرفتش اقول له يا راجل مش انت شايف كمية مربعة نقص كمية مربعة يبقى ده فرق بين مربعين يا بطل اهو اللي هو ايه مرة موجب ومرة سالب يبقى قا ها ها وهنا قا ها ضا ها وهنا ضا ها الله ده الموضوع بقى سهل جدا اشيل قا نقضى وحط اتنين وهو طالب قا زائد ايه اشيل دي وحط مكانها اتنين يعني منها القا زائد الضا اكيد هتطلع بكم واحد على اتنين يا ابن النص يبقى طلعت عندي نص يبقى انا استخدمت ايه الكلام ده تعالى نشوف السؤال رقم ستة كده الامور ماشية تمام وبيقول لي هنا بقى استخدم ايه استخدم اللي قال الحزبة لا قال لي بدون الحزبة يعني الطالب اللي هو هيقول لي جا 40 ويحسبها صين 40 مش هياخد الدرجة صفر وما اللي هنعمل ايه قالك هستخدم القوانين احنا مرة علينا سؤال زي كتا بيقول لي جا 40 جا تا 20 واحد يقول لي يا استاذ انت قلت لنا لسه معلومة مهمة جدا دلوقت انا بجيب لك زوايا تبقى خاصة فانت بتعمل ايه امسك العددين اللي عندك اطرحهم مرة واجمعهم مرة لو انت نسيت الاشارة بتاع القانون طب انا 40 زائد 20 60 و40 نقص 20 20 طب انه الزوايا الخاصة في دول 60 يبقى قولا واحدا الاشارة جمع يبقى اكيد عندي انا هنا ايه الاشارة جمع يبقى انا المفروض ان انا اجمع يبقى انا عندي هنا الاشارة زائد طيب الجاجة الجاجة فين الجاجة ديت آآ مالها ده مالها دي تزوجهم تم مين اللي تزوج انا محتاج مين محتاج الجان وقلنا الزوايا كام هنا 40 وهنا كام 20 يبقى انا عندي الزاوية جاء وعندي 40 وعندي 20 ففي الحالة ديت هنجمع الزاويتين مع بعض وهنقول جاء كام جاء 60 برافو جاء 60 طب انا عندي من المسلس القائم الزاوية هرسموه لكم هموت عشان تبقى عارف ادي الزاوية 60 ودي الزاوية 30 هنا عندي 2 هنا واحد هنا جزر 3 هو عايز جاء 60 جاء 60 بكام مقابل على وطر المقابل كام يا بطل جزر 3 يبقى انا عندي هنا جزر 3 على 2 جزر 3 على 2 اللي هي ممكن بقى تجيبها في الآلة ممكن تخليها زي ما هي اللي هي معروفة فصلة 866 جميل جدا تعال نشوف السؤال التاني جت 63 جت 27 نقص جاء 63 جاء 27 انا محتاج هنا ايه زي ما قلت لك الطريقة اعمل ايه اجمع العددين واطرحهم 63 زي 27 90 ولو طرحتهم هيطلع كام 56 لا يبقى اكيد قولا واحدا الاشارة جاية معا يبقى انا عندي هنا زائد برافو عليك ادي 63 ودي 27 طيب جت جت اللي هي ايه اللي هي مثنى مثنى ولا تزوجهم لا مثنى مثنى مين اللي مثنى مثنى جت برافو عليك يبقى جت 90 درجة طيب جت 90 دي بتجيبها منين مش انا قلت لك دلوقتي دائرة الوحدة هو والدائرة اللي عندي هنا الزاوية صفر النقطة كام يا بطل سيم بواحد وصفر هنا 90 صفر وواحد هنا سالب واحد وصفر واضحة هنا صفر وصالب واحد دايما الاولاني جت والتاني جاء على طول تقدر تطلع هنا كام زاوية خمس زاوية خاصة جت صفر بواحد انا عايز جتها 90 اروح لجتها 90 جتها 90 بكام بصفر يبقى اقول له الناتجي صفر بكل سهولة يبقى انا عندي هنا مثلثين اطلع منهم ثلاث زاوية وعندي دائرة اطلع منها خمس زاوية حلو اوي عليك 8 8 زاوية زاوية خاصة بتستخدمهم دايما بدون استخدام ايه الالة الحزب تعال نشوف السؤال التاني برضو انت قلتنا دم دا ضاء هيبقى ضاء بقى خلاص انت هتعمل ايه في العادلين دول هتجمحهم وتترحهم تعال نجمحهم كده 63 6 3 زاوية طلعوا كام 81 ما عنديش حاجة 81 زاوية خاصة يبقى قولا واحدا ايه طرح 6 3 ناقص 18 هيسوي 5 الله 45 يبقى اكيد اكيد دول طرح يبقى 63 وهنا 18 انا بقول الكلام دا للي هو مش فاكر القانون اوي او متلغبط فيه او مثلا ايه حاس ان هو مش دقيق هنا يأكد لك يأكد لك اختيارك للايه للقانون انا عندي هنا يا شباب هنا طلحت يبقى ضاء 45 ضاء 45 دي بنجيبها من اين يا عم مش انت فاكر المسلس 45 45 45 هنا بواحد هنا واحد جزر اتنين طب الضاء بيسوي ايه اه انت قلتلنا الضاء والضطة بدون ايه بدون الوطر يعني نفهمش وطر خالص يبقى اكيد مقابل على مجاور واحد على واحد بيسوي كام واحد برافو عليك ممتاز جدا تعالى نشوف السؤال السابع بدون استخدام الالة الحاسبة برضو يعني ايه ده يعني ايه كلام ده يعني بقول لك لو طلعت الناتج باستخدام الالة الحاسبة مش هتاخد الدرجة هو محتاج يستخدم القوانين اللي اعطها لك تعالى نشوف السؤال الاول جا 15 جت 105 السؤال التاني ضاء 75 التلاتة دول نفس طريقة الحل يعني انا ممكن احل واحدة منهم وقول لك الطريقة بتاع الاتنين التانيين لانهم نفس الاعداد طيب اتنين جا 15 جتة 15 والسؤال الخامس اتنين جتة تربيح 15 نقص واحد تعالوا نشوف نبدأ احنا محتاجين ايه اقول له ركز في دول بقى ركز في التلاتين والخمسة واربعين والستين بتوع مين بتوع المثلثين ويريد ترسم المثلثين بالمرة عشان تبقى عارف ادي الستين والادي الثلاثين وادي الخمسة واربعين ممتاز مش محتاج منك حاجة كدر كدر وتعال امسك العدد بقى الخمسة واربعين امسك دول اطرح منهم واجمع شوف مين اللي عندك هنه الخمسة واربعين ناقص ثلاثين بخمسة بس لا ده كمان ممكن ستين ناقص خمسة واربعين بخمسة يعني الخمسة ممكن احلها بطرق طين جميل المية وخمس اكيد جمع يبقى ستين زائد خمسة واربعين بمية وخمس طب الخمسة وسبعين اكيد جمع يعني ما فيش حاجة تطرح من دول لانه اكبر من الستين اصلا يبقى الخمسة وسبعين عبارة عن ايه عن خمسة واربعين زائد تلاتين يساوي خمسة وسبعين لاحظ حاجة كل المسائل فيها خمسة واربعين او تلاتين او ستين ما بيطلعوش بره دول يبقى انت بكل بساطة هتقدر تقوله بقى الخمسة واربعين ده هقوله جاء الخمسة واربعين ناقص تلاتين طالب تاني ممكن يقولي ايه يقولي خمسة خمسة ستين ناقص خمسة واربعين ستين ناقص كام خمسة واربعين طيب تعال نشوف ارجع للقانون بتاعتك الجاء تعمل ايه مثنى 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 ولا ايه يبقى انا عندي الجاء هنعتبر هايه تزوجهم يبقى جاء جتا جاء جتا جتا جاء يبقى انا خمسة واربعين وهنا تلاتين خمسة واربعين وهنا تلاتين احنا قلنا الجاء بتعمل ايه ها تبقى على الاشارة يبقى ناقص اعوض بقى عن الجاء جاء خمسة واربعين واحد على جزر اتنين ضرب جتا تلاتين ادي التلاتين مجاور على وطر جزر تلاتة على اتنين ناقص نفس الكلام جاء تلاتين بنص يساوي بدرب هنا البسط في البسط والمقام في المقام يبقى جزر تلاتة على اتنين جزر اتنين ناقص واحد على اتنين جزر اتنين وممكن اسيفها على كتر الكلام نفس الكلام اتنين ورقم ايه تلاتة تعال نشوف اتنين جاء خمستاشر جتة خمستاشر الله ده ضعف الزاوي يبقى هاقول هنا ايه احنا كنا بنقول بنطلع الاتنين برا هندخل الاتنين ونضرب يبقى جاء اتنين ضرب خمستاشر يعني جاء تلاتين يعني بكام بنص طيب اتنين جتة تربيع اه دي ضعف الزاوي بتاع جتة يبقى جتة اتنين الزاوي الزاوي برضو كانت عندي خمستاشر ما شاء الله يبقى جتة تلاتين اللي هي بجزر تلاتة على كام على اتنين جميل جدا تعال نشوف السؤال التامن اثبت ان خلي بالك اثبات المتطبقة دي يعني معناها الطرف الايمن يبقى زي الطرف الايصر والطرف الايصر زي الايمن بتبدأ من الاسهل اللي هو فيه شغل اكتر وتقدر تتعامل معاها ابدأ بيه انا هبدأ بالطرف الايمن وخلي بالك دول مسألتين في بعض يعني ممكن يجيلي موجب وممكن يجيلي ايه سالد تعال نمسك الموجب يبقى جاها سين زايد جتة سين الكل تربية واحد يقول لي ده احنا خدناها ده في اعداية دي فك القص التربية هبينجيبه ازاي مربع الاول زايد الاول في التاني في اتنين زايد مربع التاني طيب مفيش حاجة كده مرت عليك تقدر تجمحهم مع بعض فيه الجاتة والجا طيب ده الجات التربية زايد جاتة تربية انا عارفهم بكام بواحد يعني اشيل الكلام ده واكتبوا واحد يبقى واحد زايد جاها سين جاتة سين تتطرف مين الايصر يبقى انت بدأت بالايمن وصلت بمين بالايصر ممتاز تعال نشوف السؤال اللي بعد كده عندي هنا على الشاشة يقول لي اثبت ان جاتة كعيب زايد جاها سين جاتة تربيع سين يساوي جاها سين خلي بالك دول حدين طرف الايمن فيهم جاتة كعيب هنا المسألة فيها خطأ ولا صح لا فيها صح يا طرى انت هنا في عندي جاتة تربيع زايد جاتة تربيع حاول لو قدرت تطلع جاها تربيع اذا جاتة تربيع تبقى انت بطل تعال نشوف الحل هنلاقي هنا في عامل مشترك برافو عليك يبقى انا عندي هاخد عامل مشترك جاسين جاسين ايه؟ عامل مشترك طيب قسم جاتة كعيب على جا يبقى جاها تربيع زايد قسم الجاسين جاتة تربيع على الجاسين قسم الجاها الجاها تروح يتفضل عندي جاتة تربيع سين يساوي الله احنا لقينا المتطبقة دي بواحد يبقى جاسين في واحد يساوي جاسين ده الطرف مين؟ الايصر المسألة خلصت ممتاز تعال نشوف نوع تاني من المسائد على الشاشة بيقول لي ألف باء جيم مثلث في ألف شرطة بخمسة وتلاتين سنطي تلاتة ونوع وخمسة من عشرة سنطي وقياس زاوية باء تلاتة وخمسين درجة وقياس زاوية جيم سبعة واربعين درجة احسب محيط المثلث ألف باء جيم لأقرب سنتيمتر ممتاز تعال نشوف باء يعني ايه ده؟ قالك ده اسمه حل المثلث يعني ايه حل المثلث؟ قالك ايجاد باقي العناصر الباقية مش هنعرفين عندي ده المثلث لو ستة عناصر تلات اضلاع وتلات زاوية اه جميل يبقى انا محتاج ان انا اجيب ايه؟ اجيب العناصر الباقية طب انا عندي في قانونين خدناهم كان ايه القانونين اللي عندي؟ كان عندي قانون الجيب وقانون جيب التمام تعال نشوف القانونين كده عندي ادي على الشاشة هنا عندي عشان ده نستخدم القانون قانون الجيب نمسك المثلث الاول الزاوية الف الضلع المقابل لها باق جيم ده هنسميه الف شرطة عشان تبقى عارف مكانه فين والزاوية باق الضلع المقابل لها باق شرطة والزاوية جيم الضلع المقابل لها ايه؟ جيم شرطة طب قانون الجيب بيقول لي ايه؟ الف شرطة على جاة الف يسوي باق شرطة على جاة باق يسوي جيم شرطة على جاة جيم يسوي اتنين نق اللي احنا بنسميها قاعدة لامي كمان بيسوي ايه؟ اتنين نق بتاعة الدائرة المرسومة فيها المثلث تعال نشوف قانون جيب التمام اللي هو الجتة هقول اول واحد واللي اتنين اتنين زيه الف شرطة تربيع ايه اللي بعد الالف؟ يبقى باق شرطة تربيع زي الجيم شرطة تربيع ناقص افتح قوس اتنين باق شرطة جيم شرطة اللي هما نفسهم دول جتة الف اللي هي الزاوية ايه؟ الاوانية نفس الكلام في باق وجيم هنا ممكن من القانون ده لو ودت ده بالسالب يروح الناحية التانية بالموجب واجيب الالف شرطة تربيع الناحية التانية يطلع قانون الجتة يبقى جتة الف باق شرطة تربيع زي الجيم شرطة تربيع نقص ايه? الف شرطة تربيع على اتنين باق شرطة ايه? جيم شرطة تعال نرجع لسؤالنا باق تاني مرة تانية اللي هو الف باق جيم مثلث احنا كده عرفنا المثلث يعني فين الاضلاع وفين الزوايا وفين ايه? ادي المثلث اللي عندي ارسم مثلث الف باق جيم وحط عليه الف شرطة اللي هي دي تلتة ونص الزاوية باق تلتة وخمسين الزاوية الف سبعة واربعين المطلوب زاوية جيم باق شرطة جيم شرطة انا محتاج التلات عناصر دول وهو عطيني عطيني مين عندي عطيني الالف شرطة وعطيني زاوية باق وعطيني زاوية جيم جميل جدا تعال بقى اقولك في مسائل بتبقى كده ايه سهل لا من الاول وعطيني هو الحل مع نفسه عطيني اول حاجة زاوية جيم ليه مش انت عندك مجموع زاوية المثلث مية وتمين درجة طب انا اعطيك زاويتين تقدر تجيب الزاوية الثالثة بكل سهولة وانت قاعد متطمن اه اجمع الزاويتين واترحهم ايه من مية وتمانين يبقى هقوله الحل زاوية جيم اول حاجة هيساوي مية وتمانين ناقص تلاتة وخمسين زائد سبعة واربعين يعني مية وتمانين ناقص لما اجمع دول مع بعض مية يبقى يساوي تبانين درجة ده اول مطلوب عندي ما شاء الله انا محتاج مين محتاج بقى شرط طب هنا هستخدم مين اقول له خدها برضو قاعدة ازا عطاك الضلع وزاويته استخدم قاعدة ايه الجيب تمام ازا ما عطلقش الضلع وزاويته يكونوا موجودين ما ادامكش غير ايه طريق واحد اللي هو قانون الجتة خلي بالك من الحتة المعلومة دي هو عطيني هنا مين عطيني الف شرطة وزاوية الف يعني بكل سهولة اقدر استخدم قاعدة ايه الجيب اللي هي الف شرطة على جا الف هي ساوي بقى شرطة على جا با ساوي جيم شرطة على جا جيم عوض يا شباب الف شرطة بتلاتة ونص على جا الف بسبعة واربعين بقى شرطة مجهولة جا با تلاتة وخمسين جيم شرطة مجهولة جا جيم جاي بينها اه بتمانين خلي بالك هنا هتعمل طرفين في وسطين يبقى با شرطة مضروبة في سبعة واربعين انا محتاج با شرطة اللي مضروف فيها خليها مقام واضرب تلاتة ونص في جا تلاتة وخمسين نيجي بقى لاستخدام الاية الحزبة بتاعتنا اهو وقول له تلاتة وخمسة من عشر ضرب جاي يعني ايه صين تلاتة وخمسين احتياطي اضغطي ساوي ماشي وبعدين تقسيم صين سبعة واربعين جا سبعة واربعين اضغطي ساوي طلعت عندي تلاتة وتمانية من عشر انا هاخد رقم واحد بس مقرب الاقرم واحد رقم واحد انا جبت كده ايه بقى شرطة تعال نجيب جيم شرطة نفس السيناريو طرفين في وسطين جيم شرطة في جا سبعة واربعين يساوي تلاتة ونص في جا تمانين يبقى مين المضروف في جيم شرطة جا سبعة واربعين تحت زي دي تلاتة وخمسة من عشر ضرب كام جا تمانين اه الجديد عندي جا تمانين تمانين هيساوي تلاتة وخمسة من عشر تعال نشوف بالقال الحسب عندي تلاتة فصلة خمسة ضرب صين تمانين يساوي احتياطي تقسيم صين سبعة واربعين يساوي اربعة وسبعة من عشر الناتج على طول اربعة وسبعة ايه من عشر انا محتاج ايه بعد كده محتاج محيط المثلث محيط المثلث يساوي مجموع اطوال اضلاعه يعني بتجمع ايه بتجمع عندي آه تلاتة وخمسة من عشرة زائد تلاتة وتمانية من عشرة زائد اربعة وسبعة من عشرة تعال نعملهم بالحسبة اهو تلاتة ونص زائد تلاتة وتمانية من عشرة زائد اربعة وسبعة من عشرة disci طلع عندي اطناشر يبقى محيط المثلث ده ايه المحيط بالسانتي ولا بالسانتي تربيع بالسانتي برافو عليكم يبقى انا عندي هنا ايه المحيط بتاعي طلع 12 سانتي جميل جدا انا كده يعني لمينا المرة علينا في الجزء بتاعنا عايز بس اركز هنا على المتطبقات الاساسية وزي ما قلتلك ده قانون يعتبر هنا عندي قانون الذهب اللي هو جا تربيع بساوي واحد ده هنا في عندي ايه بنحاول ناخد منه اكتر من قانون مرة اجيب اود الحارة اليمين والحارة الشمال ممكن ان انا اقسم على الجا تربيع واقسم على الجا تربيع ففي كل مرة اطلع منه ايه قانون طبعا وان شاء الله نستكمل مع بعض ان شاء الله في حلقة قادمة شكرا جزيلا مع اطيب الامنيات لحضراتكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة